دون أي سابق إنذار أعلنت السلطة الفلسطينية إعادة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع السلطات الصهيونية بعد نحو ستة أشهر من توقفها عن العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الصهيوني وكذلك الأمريكي بما يشمل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية ردا على مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية الإعلان الفلسطيني جاء بالرغم من تأكيد مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية حتى وقت قريب أن الاتجاه يسير نحو بقاء وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة لسيما في ظل التعنت الصهيونية واستمرار الهجمات الاستيطانية في العديد من الأراضي الفلسطينية القرار قوبل بجملة من الانتقادات لدى الفصائل الفلسطينية ووصفته بأنه ضربة لجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني حيث استنكرت حركة حماس القرار وقالت إن السلطة الفلسطينية ضربت عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية وانقلبت على مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في بيروت والتي كان أحد مخرجاتها التحلل من الاتفاقات مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه فيما وصفت حركة الجهاد الإسلامي القرار بأنه تراجع سياسي خطير وخروج عن مقرارات الإجماع الوطني وانقلاب على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل محللون سياسيون أكدوا أن قرار السلطة الفلسطينية لم يؤخذ فجأة حيث أنها اتخذت قرار وقف التعاون مع السلطات الصهيونية من أجل الضغط عليها لفترة زمنية محدودة فيما أشعروا إلى أن كافة القرارات التي اتخذتها السلطة للتحلل من التنسيق الأمني والاتفاقات مع الكيان الصهيوني تأتي في سياق سياسة الانتظار التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني أما المراقبون فقد تساءلوا عن السبب الرئيس وراء اتخاذ القرار بهذا التوقيت فهل كان لفوز جو بايدن بمنصب الرئيس الأمريكي علاقة بالأمر لا سيما بعد أن تعهد بعدم الاستمرار في سياسة ترامب الخارجية الخاصة بالقضية الفلسطينية